قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فالمسيح يعطي الحياة في الحاضر هي حياة ذات الله تنبع بل تتدفق في حياتك وهذه الحياة الأبدية تستمر فيك إلى الحياة الأبدية يعني أخذنا الحياة الأبدية في الحاضر وهذه الحياة بتغمض عين وبتفتح عين تستمر إلى الحياة الأبدية وهذا هو ضمان الحياة الأبدية إلا الرب يسوع المسيح منحها لكل من يأتي بتواضع لكل من يأتي بإنسحاق غير معتمد على برك غير معتمد على الوصاية أو الشريعة غير معتمد على الذبائح غير معتمد على كمالك أو أي صلاح بتعمله لأنه في نظر الله إهانة كيف تستطيع أن ترضي الله القدوس أصغر خطية تعتبر إهانة إذا الواحد بيرتكب خطية ضد الملك عقابها عقاب شديد فكم أشر تحسبون لما بنزدره بروح النعمة لما فعلا نحتقر الله منفكر أنه بنرشيه ولا بنرضيه بشوية أعمال ولا شوية حج سواء بالقدس أو في أي بلد آخر أو في أعمال صالحة أو بدفع فلوس أو أنك تحاول توزع على الفقراء لا يمكن أن يرضي الله إلا شيء واحد هو أن تأتي إلى معرفة الله من خلال يسوع المسيح يسوع المسيح هو المخلص هو الذي استطاع أن يرضي الله وهو اللي من خلاله الله بشوفك بشوف بر المسيح بشوف كمال المسيح وبشوفك أنك أنت على أساس النعمة ودم المسيح أنت خلاص موسيقى